اهلا بكم من جديد مين قتل جوليو ريجيني لأول مرة الجانب الإيطالي دلوقتي بقى بيطلب الإشارة المباشرة لزباط بالاسم يطلب إدراجهم في قائمة المشتبه بيها انبارح محامية ريجيني في مؤتمر صحفي قالت ان في عشرين زابط مصري متورط وقالت انها تعتقد ان الرئيس السيسي على علم بذلك الخارجية المصرية مصدرتش اي بيان حتى الان لكن مجلس النواب اعتبر ده قفز على الاحداث واستباق للتحقيقات لكن طبعا السؤال اللي بيطرح نفسه حتى الان معلق وهو عن سبب قتل المصريين الخمسة فيما عرف بيسمع صابت ريجيني ليه محدش بيكلم عنهم وهل ممكن حد يتحاسب على قتلهم المزيد من التفاصيل في تقرير التالي عشرون ضابطا وعنصرا امنيا مصريا متورطون في خطف طالب الدكتوراه الايطالي جوليو ريجيني وتعذي به على مدى ثمانية ايام كاملة هذا ما صرحت به محامية اسرة ريجيني ايساندرا باليريني خلال مؤتمر صحفي عقد بروما امس المحامية قالت انها لا تصدق ان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لم يكن على علم بما جرى لريجيني ودات تلك الاتهامات في اطار حادثة اختطاف الباحث الايطالي يوم الذكرى الخامسة للثورة المصرية ثم العثور على جثته وعليها اثار تعذيب في اوائل شهر فبراير عام 2016 وقائمة الضباط الذين وجه اليهم المدعي العام الايطالي ومساعده تهمة الشروع بخطف ريجيني شملت اللواء صابر طارق والرائد شريف مجدي عبدالعال والعقيدين بالامن الوطني هشام حلمي واسر كمال والضابط محمود نجم وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية ومن جانبها رفضت النيابة المصرية طلبا مقدما من نيابة روما بادراج الرجال الشرطة المصرية على قائمة المشتبه بهم واعادت هذه التطورات للواجهة التساؤل حول قصة ما عرف بعصابة ريجيني حين اعلنت الداخلية تصفية خمسة اشخاص قالت انهم تورطوا بخطفه وان متعلقاته ظهرت في منزل احدهم كما بدأت السلطات الايطالية اتخاذ اجراءات جديدة ازاء القاهرة شملت استدعاء السفير المصري لداروما واعلان مجلس النواب الايطالي تعليق علاقاته الدبلوماسية مع نظيره المصري اما الجانب المصري الدبلوماسي والقضائي التزم الصمت عدد تعليق الذي صدر من مجلس النواب استنكر فيه ما وصفه بالقفز على الاحداث واستباق نتائج التحقيقات انضم الينا عبر الاقمار الصناعية ابو المعاطي السندوبي الكاتب الصحفي وانضم الينا عبر الاقمار الصناعية ياسر الهواري ناشد سياسي اهلا بكم معايا شرفتوني وابدأ مع حضرتك استاذ عبد المعاطي وقال لنا ايه اخر التطورات اللي اعلنتها جهات التحقيق الايطالية حتى الان يفند انه تم الكشف عن اسماء خمسة من المتهمين اللي شايفة الجهات التحقيق المدعي العام لروما انهم مسؤولين عن عملية اختطاء اخفاء جوليو وتعذيبه وقتله ثم لحقها بسبع باسماء اخرى وفجرت المحامية عليساندرا بلرين مبارح قائمة بعشرين متهم من اجهزة الامن المصرية واجهزة المخابرات باعتبرهم مسؤولين بشكل مباشر او غير مباشر عن ما تعرض لورجيني من اخفاء قصري ومن تعذيب ومن قتل ده الجديد لانه يبدو في الصورة قدام كل الناس ايه السبب اللي خلى الدنيا تنفاجر كده فجأة وقضية ريجيني تعود الى السطح مرة اخرى الانطباع اللي موجود حقيقة دلوقتي في ايطاليا ان ريجيني وكأنه قتل بالامس مش من ثلاث سنين وانه كل الفاعلين دلوقتي على الساحة السياسية الايطالية بالكامل وجوه جديدة لم تكن موجودة في السلطة طوال السنوات السابقة ووصلت الان الى السلطة وبقى عندها رؤية واضحة جدا انه خلال هذه الثلاث سنوات الحكومات السابقة والمسؤولين السابقين في ايطاليا تواطئوا وتنازلوا وسكتوا عن حق جوليو وان السيسي استغل هذا واخذ في المماطلة والتسويف وبالتالي لابد من ايقاف كل هذا الفيلم والبد بشدة وبحسب لانهاء هذه القضية ومعرفة من هم الذين اختطفوا جوليو يوم 25 يناير 2016 من الذين عزبوه طوال الاسبوع بالكامل لغاية يوم 2 فبراير 2016 ومن الذين اصدروا الامر بقتله والقاء جثته في الطريق الصحراوي ليكتشفها العالم يوم 3 فبراير 2016 كل الفاعلين السياسيين الان على عكس تماما كل الفاعلين السابقين طوال 3 سنوات جدين وحاسمين وعارفين كويس ان هذا النظام السياسي لن يريد ان يقدم رجاله المتهمين وهم اجهزة الامن الى العدالة وبالتالي هتبقى تحدي ارادات مفيش مفاوضات وهذا لخصه رئيس البرلمان روبورتي فيكو بكلمة بسيطة انتهى وقت الكلام وبقينا في زمن الافعال احنا ما عناش هنقبل كلام تاني خلاص الفعل وقال تعبير في ممتها الخطورة يبين مدى اتجاهه هو ان يشيل القضية دي على كتافه وقال ما معناه انه اللي حصل لرجيني ما حصلوش كمواطن ايطالي ولكن كمواطن اوروبي وانه ده ممكن يحصل لأي شاب اوروبي واي اسرة اوروبية ممكن تمر بنفس ظروف اللي بتمر بيها اسرة رجيني الآن ولذلك اوروبا لا يمكن لها ان تدير ظهرها لايطاليا وتقول ان دي قضيتك مع السيسي واحنا من نجدع وبيكم وهنا يبين استراتيجية رئيس البرلمان في تدويل القضية لرجيني على الاقل مبدئيا وفي الاوقات القريبة على المستوى الاوروبي بحيث بقضية الاتحاد الاوروبي وليست قضية ايطاليا في مواجهة السيسي ودي نقلة ضخمة جدا كانت كل الحكومات الايطالية السابقة رفضة انها تلجأ الى دفع الاتحاد الاوروبي الى تبن هذه القضية قضية محورية طب ابقى معي سيدة ابن المعاط وياسر خليني اسألة يعني مصر بالفعل سبق لها انها حكم الزباط تورطه في التعزيب او تورطه في قتل المتظاهرين وكلنا شوفنا الحكم على اللي قتل شايماء السابقة والله يرحم ليه المراضي الدولة بترفض تماما ان تضم اسماء الزباط دول الايطالية بتقول ان هما مشتبه فيهم لقائمة الاشتباه رغم انها مجرد قائمة اشتباه يعني ممكن مع التحقيق تثبت ادانتهم او تثبت براعتهم لا يا جماعة والله لم يشاركوا في هذه الجريمة ليه الدولة رفضة الحقيقة انه ده يخلينا احنا ندي كده انه يبقى في قراءة تؤدي الى انه التحقيقات هتودي لحد مهم الدولة المصرية مش هتتحمل انه يتقدم للمحاكمة يعني ده التفسير الوحيد لاصرار الدولة المصرية على عدم رواية متمسكة يعني خلي بالك ان رواية المصرية طول الوقت رواية مهاش متمسكة مرة حولوا في الاعلام انهم قالوا ده اصله كان مثلي وفي حفلة مش عارف ايه وطبعا مستخدموش لفظة مثلي وقالوا ده شاز وحفلة ومش عارف ايه وقتلوه وطيب دي اول رواية قالت في الاعلام مش رواية رسمية لكن اللي هي جس النبض يعني بعدين شوية اصله ده في حرمية خطفوه والحقى ان كان رواية الحرمية دي الحقيقة كان مشهد سريالي غريب جدا يعني انا اول مرة اعرف اولا الخمسة اللي تقاتلوا اتقال ان هم عصابة اللي سرى بالاكره وان هم سروا جوريو رجيني وقتلوا ورمو القاتل هنا لما طلعوا متعلقات وحنا لقينا متعلقات خلاص يعني كل تمام يا جماعة الموضوع خلص احنا لقينا المتعلقات بتاعت الراجل هي وكل تمام المتعلقات ايه بقى المتعلقات من ضمنها تلات ندارات وحاجات وبقى الشخصية لها الباسبور وحشيش حتة حشيش فهنا المسألة السريالية في الموضوع عامل ازاي اولا اللي بتسير بالاكره ده معنا انا هو تسرق في الشارع يعني انا ماشي في الشارع حطر علي خد مني الحاجات اللي معايا انا اول مرة اشوف حد ماشي بتلات ندارات عمري مسمعت عن كده في حياتي يعني مو ينفع واحد يبقى بيلبس ندارة شمس وندارة نظر فاشين ندارتين لكن تلات ندارات دي صعبة اول مرة كمان اسمع عن عصابة بتسرق واحد وتلاقي معا حشيش ومتشربوش يعني تحتفظ به لغاية لما الشرطة تيجي تقبض على العصابة وتاخد الحاجات بما في ذلك حتة الحشيش اللي قالوا لنها 15 جرام فالحرمية مشكورين مشربوش كمان حتة الحشيش واحتفظوا بحاجته بالكامل في شنطة لغاية لما الداخلية جات خالية المتعلقات فكانت رواية سريالية جدا ومهترئة جدا حياتي ما تدخلش حتى العائل صغير معاين لأن المصري يعني ليه طريق طويل جدا في المسائل اللي شبه كده يعني يعني بحدش ينسى انه خالد سعيد احد اهم يعني اسباب تفجر صورت 25 يناير كان ضحية تعذيف في الشارع من قبل رجال شرطة يعني وطلعت برضه رواية مصرية يعني في منتهى منتهى يعني السزاجة اصله ده بتاع الشاشة وبتاع مخدرات وبلع لفافة بانجو يعني حاجات من كده فالمسألة المسألة بتاع جوليو رجيني هي فيها من السريالية يعني مشاهد كتير جد الاسرار على انه مفيش حد يتقدم يعني احنا في اخر حاجة خالص لما اتكلم الجانب الايطالي الجانب المصري قال كلمتين اتنين يعني قال انه ده خارج الاعراف يعني فكرة ان احنا مع الزباط ده خارج الاعراف عندنا والحاجة التانية انه قالك والله ده جوليو رجيني ده دخل بتأشيرة سياح هو داخل يا اي عم انت بتتكلم احنا فين دلوقتي ولا فين او ده بصدبط نفس يعني كأن العقلية بتاعة الامن المصري ما بتتغيرش يعني هنا نفس الردود اللي كانت مثلا على حالة الولاد اللي تأتل في مصباح الدفاع الجوي قال لك ما كانتش معهم تذاكر ايه ايه المصباح المختلف الكبير بالزبط مش عارف يعني ده بالزبط نفس العقلية اللي قالت ان الناس اللي ده اللي تأتلوا قدام فيما يعرف مصباح استاد الدفاع الجوي اصوم كان راحين من غير تذاكر يا سيدي هو اللي راح من غير تذاكر بيموت يعني طب يا سيدي اللي داخل من غير تأشيرة اللي داخل من تأشيرة سياحة وقرر انه هو يعمل شغل بحثي بيتخطف ويتعذب ويتقتل طيب هل الحرمية بيعذبه حد لمدة سبعة ايام ده طب الشرع اللي قال انا خلي بالك ان انا هنا بتكلم على الطب الشرع بشكل رسمي انه تم تعذيب لمدة سبعة ايام متواصلة وتعذيب بقى يعني انا الحقيقة وانا بتابع القضية ديت التفاصيل بتاعت التعذيب تفاصيل في منطقة قصر انا مش عايزة اعيدها عشان قاطر بس فعلا تفاصيل في منطقة قصر تعذيب واحد فضل يتعذب لمدة سبعة ايام لغاية لما تقتل التعذيب بقى اشتمل ضربه وطفيل سجار هم قالوا من اشخاص مختلفة يعني تقرير الطب بيقول بتقرير الطب الشرعي قال ان القام بتعذيب واشخاص مختلفة محترفين في التعذيب ما هو تعذيب اعتباطي لان لو تعذيب اعتباطي كان ممكن يموت من اول ساعة لكن دي ناس عارفة هي بتضرب فين وناس عارفة بتضرب ازاي فالاخر مات يعني الراجل دلوعه كلها تقريبا متكسرة دلوعه القفص الصدر بتاعه متكسر فهو قطع ودنه والحقيقة ان المسألة دي بقى الاثار بتاعت التعذيب دي مهاش جديدة لان اثار التعذيب دي تحديدا حصلت اكتر في اكتر من حادثة منها المحامي اللي اتقتل في اسم المطرية ده تقريبا نفس الطرق بتاعت التعذيب تقريبا بنفس التفاصيل يعني اكتر من حادثة بقى كده طبعا بتاع المطرية تقدم فيه اثنين زباط امن دولة تقدمه للمحكمة لكن على ما يبدو ان قضية رجيني هتطول رؤوس كبيرة في النظام المصري وعلى ما يبدو ده السبب المنطقي اللي خلينا نقول طب خليني يا سبب السبب المعاطي ازاي ما عملوها قبل كده مع حاجات كتير ازاي الصحافة الايطالية بتتعامل وبتتعاطى مع الموقف المصري برفض ادراك الزباط دول على قائمة المشتبه به بتتعامل على انه في النهاية انه انه السيسي بيطفي حمايته لاجهزة القمع الخاصة به وانه بالتالي خايف يقدم اي حد من هؤلاء الطغاة الصويرين اللي هو بيربيهم وبيغزيهم عشان ينتهكوا كل حقوق الانسان انه لو قدمهم للمحاكمة معناه السلسلة بتاعة القمع كلها هتنهار وبالتالي كل رجالته اللي وقفين دلوقتي بيعملوا خفاء قصر في مصر للمصريين وبيمارسوا عمليات التعذيب ضد اهلنا في مصر وبيمارسوا عمليات القتل خارج القانون كل دول هيخافوا جدا وهيبدأوا ينتفضوا وينفضوا من حول السيسي وبالتالي فهو خايف ان يقدم اي حد منهم للطلينع ككبش فداء لان ده معناه انهيار كل النظام القمعي اللي هو قاعد يبنيه من 2013 لغاية دلوقتي وده اسراره الحقيقي على رفض اي خطوة قدام طوال هذه السلس سنوات في التحقيقات هذا البعد رئيس البرلمان الايطالي مدركه تماما ويأدركه وعارف كويس اوي وقال بالنص جملة في استقباله لولد ترجيني وولده للمحامي عليساندرا بلريني وايضا لحمد عبدالله الرئيس مجلس امناء التنصقية المصرية للحقوق والحريات قال انا لا اتوقع في الشهور القادمة اي تقدم ممكن في قضية ترجيني بان السيسي هيقدم لنا اي متهمين عشان تظهر الحقيقة وقال جملة اكثر اهمية ان احنا كبرلمان لسنا وحدنا في هذه المواجهة مع السيسي والدليل على ذلك ان وزير الخارجية في اليوم التالي لقرار البرلمان بقطع العلاقات مع البرلمان المصري قرر استدعاء السفير المصري ونائب رئيس مجلس الوزراء اعلن لكل الصحف الايطالية في تصرحات شديدة اللهجة بانه خلال الفترة القادمة القصيرة اذا لم يقدم السيسي لنا من قتلوا ومن عزبوا ومن اختطفوا ريجيني فكل الاتفاقيات الاقتصادية مع مصر قابلة لعادة النظر بما فيها وهذا كلام خطير جدا اتفاقيات ايني في الكشف عن الغاز والبترول في مصر طب احنا هنرجع مرة اخرى في النظام المعاطي لان استثمارات شركت ايني فعلا من النقاط الهمة جدا للنقاش بس خليني اسأل ياسر ياسر يعني انت ذكرت الخمسة المكان تم يعني قتلهم بدعوة ان هم اللي قتلوا ريجيني عصابة ريجيني وان ازاي ان هذه القصة كانت تبدو ان هي كتبة كبيرة بكل تفاصيلها من البداية والحقيقية برضو ان ايطاليا نفسها قالت كده قالت ان القصة دي غير منطقية وانها بترفضها من البداية خالص لكن بتفسر بين محدش حقيقي في مصر بيتكلم عنهم دلوقتي ولا بيتابع عن حقوقهم يعني حتى المشطاء المعنيين بالدفاع عن حقوق الانسان لما بيوجهوا خطبهم عن الخمسة دول بيوجهوا لإيطاليا وبيوروا يا إيطاليان انتم كبير عندكم مسئولية أخلاقية انتم تشوفوا مين ازاي تم قتلهم بدعوة ان هم اللي قتل ريجيني ليه اختفت خلاص اي يعني ما فتحش مجال حتى للتحقيق في مين اللي قتل الخمسة دول ولا لي ولا إيه الأسباب وهكذا حضركتو صدي بالتحقيق مين يعني اللي يفتحه الحكومة يعني ولا المنظمات لا الحكومة طبعا بس ما فيه مش صالة يعني الحكومة للواجه قالت قصة ان الخمسة دول والله تم تصفيتهم لأنهم عصابة قتل ريجيني ونحن وجدنا معهم هذه المتعلقات بعد شوية اكتشفوا الحدوطة دي مش حقيقة طب الناس دي ماتت ليه وإزاي وبأي غرض ما تلعوش عصابة ريجيني الحكومة ما بتهتمش بالكلام ده لا عادي جدا الحكومة عمرها ما بتهتمش بالكلام ده يعني الحكومة أصلا بتشوف المواطن المصري على أنه يعني دي حاجة بيننا وبنبعدين كده يعني مسألة سهلة يعني احنا قتم لخمسة المشكلة يعني هو نظام المصري تقريبا من 2013 لغاية اللحظة دي يعني بينتهج الآن ندى ندى تراس قديم ما هواش جديد يعني تراس التصفية الجسدية ممتد من أيام يمكن أكتر حد توسع في في أنه يخليه عقيدة غير مكتوبة كان وزير الداخلية أيام حصن مبارك زاكي بدر فمسألة أن الشرطة تتعامل مع يعني أنا مش عايزة أقول إنه خصوم لأن كلمة خصوم دي أكبر بكتير من الخمسة يعني دول راحوا كبش فدى كده وكانوا متخينين أنهم يعني هيخلصوا الحكاية آه جماعة أنتم بتدوروا على اللي قاتل وقادينا قتلناهم لكم خلاص يعني مش مشكلة ماتوا فالأمن المصري بيتعامل بمنطقة في التصفية الجسدية دي بقت عقيدة غير مكتوبة وبقى فيه كده نوع يعني احنا شفنا فيه طالب هندسة اتاخد من لجنة امتحان اسمه اسلام عطيته تاخد من لجنة امتحان وطم تصفيته وبعد قال بعد كده انه ده تقتل فيه اشتباكات وكلمة تقتل في اشتباكات دي بتحصل طول الوقت يعني انا انا هنا بقى لما بتكلم على الخمسة دول طيب انا موافق انه هم ليهم سجل اجرامي يعني انا مش هشكك في المسألة ديت يعني هم ليهم سجل اجرامي وهم حرامية وهم كل حاجة انا معكم بس هل مكانهم السجن ولا مكانهم يعني مكانهم القضاء القضاء ما يدخلهم السجن يعدمهم دي قصة تانية يعني احنا عندنا عقوبة عدم في مصر مش مش مالغية يعني لكن انه يتقتل كده في الشوارع دي مسألة يعني انا بقول انها استمرار لمنهج تصفيت اللي هم عايزين يصفوهم يعني المسألة بيتقبسط من البساطة وانا هنا بضم صوتي لصوتي لأستاذ سندوبي لما اكلم على انه لجهزة الامنية في مصر مطلقة اليد فيه عهد عبدالفتاح السيسي المسألة انه النظام ده تحديدا ما هواش نظام مجرد نظام عسكري مثلا زي نظام عبدالناصر او مجرد انه هو نظام بيعيد اذا افراز منظومة الفساد بتاعت حسن مبارك او كذا هو الحقيقة انه العنوان العريض لحكم السيسي هو نظام الاجهزة الامنية هو النظام ده جاي بيرضى الاجهزة الامنية وجاي على اجندة انه الاجهزة الامنية هتاخد رحيتها وتتوسع في اللي هي عايزة فالمسألة هنا ما هواش مجرد نظام بينتهك يعني انتهكات ضد شعبه او فساد او حكة او حتى حكم يعني قام لا ده نظام بيه اسس على فكرة اطلاق الاجهزة الامنية المسألة هنا مسألة بقى خمسة قاتل وخمسة حرمية وما يكتو الكلام رئيس مجلس النواب انه الايطالي سيعاد مرة اخرى التصويت احتمال اعادة مرة اخرى التصويت على كل العلاقات الاقتصادية مع مصر وده بيرجعنا نكلم على شركة ايني الاستثماراتها في الغاز المصري بمليارات الدولارات ايه يعني بغض النظر بقى عن رئيس مجلس النواب ازاي بيتم تناول الاستثمارات دي والعلاقات الاقتصادية المصرية من جانب الصحافة ومن جانب الرأي العام الايطالي بردو طبعا فيه تخوف شديد من فقدام مصر كالشريك اقتصادي لكن هذا التخوف بدأ يقل جدا في الفترة الاخيرة نتيجة احساس عام لدى طلعينا كشعب وكرأي عام وكصحافة بان هذا الرجل الذي يسمى السيسي مصر على التنكيل بكرامتنا ومصر على عدم محاكمة من قتل ابننا رغم ان ابننا باعترافه هو وبيعترافه اجهزة الامن المصرية التابعة له ان ابننا ما كانش بيعمل حاجة غلط في مصر واذا كان ابننا ما كانش بيعمل حاجة غلط في مصر ليه دبحتوه الدبحة دي وبالتالي عارفين كلهم انه اجهزة الامن المصرية هي اللي قتلته وان السيسي مش عاوز يقدم في الوقت ده بالذات وخاصة في انهيار شعبيته في مصر وفي انه وضعه السياسي على شفى الانفجار انه مش عاوز يقدم اخر ناس ممكن تدافع عنه وعن بقاءه في السلطة وهي اجهزة القمع والامن المصرية وبالتالي هو كان بيراهن على ان الطلاينة سيشعره بالملل ويبدأ يتناسون القضية وتيجي ثلاث سنين فيروح حافظ القضية لان القانون المصري بيد ايضا للنائب العام بعد مرور ثلاث سنوات من عدم الوصول الى الجاني الحق في حفظ القضية هذا هو كان راهان السلسي ان هو قضية رجيني يتم حفظها بمعنى ما فيش متهمين التحقيقات ما وصلتش النتائج وبالتالي كان يخرج من ورطة ان هو يقول لا انا مش حق او يقول انا هقدم رجالتي على المسبحة وبالتالي اخصر ولقهم لي وهنا التلينة فيهم هذه اللعبة وعشان كده بدأت لأول مرة ايطاليا وجايز سيادتك لحسطي انها تعلن اسماء انها تعلن اسماء ورتب لانها بتوجه رسالة مش لمصر بس ولكل العالم ان هناك شخصيات في اجهزة الامن والمخابرات المصرية يجب ان تحاكم وان هذا الرجل شكرا لي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية أبو المعاطي السندوبي الكاتب الصحفي وشكرا كنت معنا ايضا عبر الأقمار الصناعية ياسر الهواري الناشط السياسي شكرا لكم شرفتوني شكرا لكم منتكم ومتبعاتكم لدكم سعيدة وبكرة أحلى بإذن الله يا رب اسبوع على خير